اهلا بكم من جديد شهدت السحة الثقافية مؤخرا العديد من الاحداث التي كان لها الوقع الكبير على المتابع والمشاهد والمواطن العربي منها وفاته الشعر العرقي الكبير مضفر عبد المجيد النواب عن عمر النهزة ثمانية وثمانين عاما كما افتقد القراء واحدة من اشهر المجلات في الوطن العربي مجلة الكواكب فيما ابتسم الحظ خالد بالمقابل الكاتب الليبي محمد نعاس في فوزه بجائزة بكر يصبح اولى ليبي يفوز بالجائزة شاهدين للحديث اكثر عن هذه المواضيع الفكرية والادبية يسعدنا ان نستضيف معنا في الاستوديو الكاتب والاعلامي معنا البياري اهلا وسهلا بك معنا في استوديو بلا اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا نبدأ مع الشاعر ورمز من رموز العراق الذي فقدته قبل الحديث عن شعرية مظفر النواب وعن مواقفه لو تحدثنا عن بداياته طفولته بما تميزته عاش مظفر النواب في بواكير حياته في اوضاع نوعا ما صعبة يعني كان في ظروف معنشية ليست مريحة بالنسبة اسريا واجتماعيا وانضم منذ العهد الملكي في العراق في بلاده الى تنظيمات يسارية وناضل كثيرا حتى ما بعد ذلك بقي اختار الخط الماركسي في تفكيره ودفع اسمان وسجن بسبب ذلك وحرم من الوظيفة وعاش وكان الرجل الحق في تلك الفترة يعني شابا فيه نفس ثوري كبير هذا معكس على زائقته وعلى كتابته مال بالبداية هو الى كتابة الشعر الشعبي هو معروف بشكل مميز بجودة شعره وبالشعر المحكي العراقي باللهج العراقي اللي ربما بعض العرب ليسوا لا يعرفونه بشكل كامل اشتهر فيما بعد بقصائده الحادة الثورية الانتقادية ذات المفردات القاسية وطر لمغادرة العراق وعاش في المنافي وكان زاهدا كان لم يكن يحب الاضواء لم يؤثر عنه انه يعني تزلف الى حكام او بان الى سلطات من نجل ارتزاق او لا مثل هذه الامور لا بالعكس هو يعني بقي محافظ على نوعا ما على بعض على نزاهته واستقراريته وباعتقادي انه ظلم الى حد ما كشاعر هو شاعر حب وشاعر غزل لكن شاعر صفته شاعرا سياسيا يعني كل هذا مربوط في بداياته كما رد على سؤالك بانه البدايات الماركسية السورية اللي عاشها كانت ظلت تطبع حياته الشخصية وشعره هناك طبعا ما يسجل عليه هو طبعا معروف بشاعر القصيدة المهربة يعني بين العام والفصيح هناك الكثير ممن اختلفوا في شعره نعم نعم صحيح بالتأكيد يعني ولم يستقبل باحتفاء كبير لانه بعض او كثير من قصائده اعتمدت على الصرخة على الاحتجاج مقدار الشعرية في نصوص كثيرة له قليل وهذا غط وهذا يعني ساعده في شهرته لكن لم يساعده في شهرة شعره في تميين شعره انا باعتقادي ليس الشعر السياسي الانتقادي الذي اشتهر به هو اميز ما عند مظافر النواب اميز ما عند مظافر النواب والشعر الغزل والشعر الحب اللي كتبوا الى الاسف غير معروف تماما للقراء قصائده بالحديتها كانت سبعينيات مشهورة على الكسيت وايضا مظافر النواب لم يطبع لم يقرأ بشكل جيد لم تجمع دواوينه في طباعة جيدة وتوزع بشكل جيد لماذا في رأيك؟ لماذا الغنوف اولا هو ما كان حريص على هذا الامر اثنين منع كتبه بصراحة بالعالم العربي يعني هو كان اسمه منفر للسلطات العربية وهذا حقيقي مع انه يعني هذه من المفرقات انه ظل يحجو حكام الخليج والسلطات الخليج الى ان استقر في دولة الامارات لكن ربما هذا ما اكسبه شعبية واسعة اكسبه شعبية لكن لم يكسب بتصوري لم يقدمه شاعرا لم يقدم شعره بالاقول بشكل ادق شعره الذي كتبه شعره الحقيقي الذي ابدع فيه لم يعرف استقبلت صورته مظافر النواب الثائر مظافر النواب الصاخط مظافر النواب الناقم الذي يطلب الناس يعني الناس نتحدث هنا عن رمزية المفكر بالنبرة العامة وليست العمومية نعم كيف هو السبيل للاحتفاء بالمفكرين العرب من خلال الفعاليات جداية يعني مظافر النواب ممكن ان عده مفكر هو شاعر لا قلنا انطلاقا من مظافر النواب لنواب باعتقاد تكريم مظافر النواب باعادة طباعة كتبه بقراءتها بايضا اضاءات نقدية عليها بان يعتف نقاد ودارسوا ادب مختصون لتحليل شعره وتقديمه للقراء ويعني الحفر بمنتوجه هذا التكريم الحقيقي للكاتب عموما والمفكر وغيره نعم انتقل بك سيد معين الى اغلاق مجلة كواكب الفنية بعد تسعون عام من اثرائها للصحافة العربية برأيك ما اسباب الديك يعني هو مجلة كواكب صدرت سنة 1932 يعني فترة طويلة للحق هي بالسنوات الاخيرة لم يكن لها الحضور الذي كانت عليه مجلة كواكب مجلة فنية اصلا ولو ان ترأس تحريرها يعني اسماء بفترات قديمة حدث عن جورجي زيدان نعم ورجع النقاش بفترة متأخرة واسماء واقلام كثيرة مجلة فنية كانت تقدم النجوم بالذات مصر احنا نتحدث عن مصر بشكل خاص لانه هي مجلة مصرية لكن ترأتها كانت في الوطن العربي نعم طبيع طبيع لانه مصر كانت مصر وما تزال يعني مصر بلد انتاج نجوم فبالتالي بعد كلها المسيرة وبعد ما قدمته من خدمة للجو الفني الاستحافة الورقية والمجلات والمطبوعات في السنوات الاخيرة كما تعلمون وكما يعلم المشاهدون كلهم بانه صارت في اوضاع اقتصادي صعبة وعدم مقرصة نتيجة اجتياح الانترنت والقراءة عبر الشاشات والفضاء الرقمي بالتالي كان من المتوقع ان تضرب التواقب وغيرها لكن هناك مطالب يعني مؤخرا صدرت بيانات ورفعت مطالبات لرئيش الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من كثير مثقفين وفنانين ونجوم انهم لمد ان يوجد حل اذا كانت هي في ضائقة او في مشكل اقتصادي او سبب وقف هذه المجلة ممكن ابداع طرق اخرى خلينا نفكر فيها هذا المطلب المطروح لكن هل سيستجاب الى ذلك هناك العديد من المجلات والنسخ الورقية انصح التعبير للعديد من العناوين الانتداد الوطن العربي تحولت الى نسخ رقمية حتى تضمن التواصل مع القارئ لكن سؤالي الى اي حد استطاعت لا اقول سوشيال ميديا وانما ايضا المنصات الرقمية من ان تكون بديلا للصحف الورقية خصوصا ان نحن نتحدث عن كواكب تسعين عام هو هذا تحدي كبير يعني ليست كواكب اول مجال لا تقفل هناك صحف عريقة حتى في الواتف الاتحادية حتى في اوروبا صحف كبرى يعني توقفت يعني نحن نريد لا نريد ان يكون لدينا اوهام نحن من جير الصحاف نحن نريد انفسطة مخضرمين نوعا ما عندنا نوع من الحنين الى تلك المرحلة لكن لا في تحدي كبير امام الصحاف الورقية اللي مطلوب منها يعني تغير من يعني تطور كيف نرفع ونواجه هذا التحدي يعني هذا بده تفكير كبير يعني بده تفكير كبير وبده يعني يحتاج الى تفكير كبير يحتاج الى إبداع طرق اخرى وايضا الحد من الكلف المالية اللي تستتبع انت بتنتج مطبوعة لا تباع ولا تقرأ فبالتالي انت تخسر يعني هذا بده معادري يعني يحتاج الى صيغة اخرى مطالب فيها اهل القرار صنع القرار قد يقول قائل انت تقول بانه النسخ الورقية قد لا تباع او لا تقرأ او تباع ولا تقرأ هل في المقابل هل منطقيا يعني ما هو موجود على المنصات يقرأ يستجدي الاهتمام يجب الاتجاه حتى الموجود بالشبكة بالشبكة الانترنت والسوشيل ميديا يحتاج الى نوع من الترويج ونوع من التقديم للقارئ القارئ حتى اذا انا تابعت موقع الالكتروني في فترة معينة ولم يرضيني لم يرضي مزاجي رأيته تافها او رأيته غير مقنع يعني لن ازوره بن قسين ساستبدل هذا الامر بغيره هذا طبعا موجود يعني هذا نحن في المواقع الالكترونية هناك حسبة لعدد القراء وعدد من زارة وعدد من فترة وعدد من قرأ هذه المادة ومن لم يقرأها يعني ولماذا هذه المادة قرأت اكثر من تلك هذا يعني بيقوم فيه المواقع الالكترونية الكواكب يعني جاءت ضحية بن قسين ضحية هذا الحال وهذا الجدل وهذا السجال طبعا هناك فرق فروقات كبيرة بين الكتابة في الصحافة المكتوبة والصحافة الرقمية الجديدة لو تعدد لنا بعض يعني يعني إلى حد طبعا يعني هناك أدوات هناك لغة فلنقول يعني لغة ربما تتطلبها الصحافة النت أكثر من يعني الإجاز يعني طبعا الإجاز والتكسيف والاقتصاد في العبارة وكل هذا أصل مطلوب الصحافة يعني الصحافة عموما قائمة على التكسيف وإيجادة العرض والمؤثرات البصرية من صور ومن عنوين كل هذا يحتاج إلى نوع من المهارة والبراءة على الفضاء الرقمي باعتقادي أنه مش الكل نجح يعني ليس الكل نجح بهذا التحدي نعم هناك من نجح هناك من أخفقه نتحول لحديث عن حدث هام في تاريخ الفكر والرواية العربية جوائز البكر طبعا 26 شهر جونفي كان القائمة الطويلة مارس أذار قائمة القصيرة أما 22 ماي فكان الموعد ليكشف النقاب عن تتويج الليبي محمد النعاس ليصبح بهذا أول ليبي يفوز بالجائزة خبز على طاولة العم ميلاد الخال بيلاد الخال بيلاد نعم فعلا كان لافت يعني أنه شاب أول رواية له هذه أول رواية له وهو شاب عمر 32 عام بيعمل مهندس ميكانيكي خريج هندس ميكانيكي فاز برواية بصورة أنا يعني قرأتها الرواية جيدة لبأس بها وفيها وشائقة للحق برأيك ما هو المرتكز في هذا الرواية الذي هم بيان لجلة التحكيم بيان لجلة التحكيم أشار إلى تميزها من حيث من ناحية العلاقة بين المرأة والرجل في بيئة قروية أنه استطاع أنه استطاع أن يقدم يعني بوح أو أنفاس المرأة وأنفاس هذا الرجل في هذه علاقة نوعا ما متوترة وإشكالات الأنوثة والذكورة في هذه المنطقة يعني هو نعم هذا ما أعتقد هذا جانب مهم من الرواية كان حاضرا لكن لا فيه جوارب أخرى بالرواية يعني هذا هذا الإطلال على على تجربة صناعة الخبز يعني هو البطل خباز شاب خباز وبدخل الجيش وبيهرب من الجيش وتوتر ويريد أن يحقق طموحه ويواجه بصعوبات وعوائق يعني قدم الرواية يعني في سردها في سردها هناك نوع من الجاذبية والمتعة بقراءتها لذلك أنا أتصور أنه نعم هذا شيء جيد ويحسب لجائزة بوكر اللي هي الآن وصلت الدورة أعتقد 17 يعني يحسب إلها أن المحكمين ما بين تقريبا 124 رواية فازت رواية لشاب جديد من ليبيا ليبيا ليست وهل ترى أن هذه الرواية كانت الأجدر من بينها أنا قرأت حتى أكون لمجهة نظري نوع من المصدقية أنا قرأت أربعة من الست وجدتها الأفضل وجدتها الأفضل من الأربعة يعني الدورة 15 حملت المفاجآت حملت العالم الليبي يعني هو أيضا أيضا بوكر بوكر رواية بوكر جائزة زائقة وليست جائزة نقاد يعني يعني قائمة رفعة الذوق قائمة على مش يعني ليست آراء نقاد وأساعد الجامعات بالعكس الرواية التي يعني تستطيبها ذائقة عريضة هكذا المضمون المنطق العام لها أه بظن أنه تحققت بالرواية محمد النعاس تحققت هذا يعني هذا هذا اللون أو هذا الطعم أو هذه السمة بالرواية بالتالي بالتالي نجحت والأخير هو هذا نحن نحك على رأي لجل التحكيم اختيرت فاخترت هذه الرواية فهذا رأيها قدمت لنا باعتقادي اسم جديد جعلتنا ننتبه إليه اسمه محمد النعاس الذي لم نكن نعرف عنه شيئا قبل الاسم الماضي ما الذي سيضيفه أيضا للساحة الأدبية الليبية تحديد يعني هم ليبيون فريحوا جدا بهذا الفوز وبالعكس يعني اتحدوا بهذه البهجة التي استقبلوا فيها خبر هذا الشاب حتى بعضهم لم يقرأ رواية ولا يعرف عنه شيئا لكن يعني أشاع هذا الخبر سرورا كبيرا بينهم بأنه فيه شاب نبغ وأخذ جائزة مقدرة فهذا شيء يفرحهم الجو الاحتراب والاستفاف والتجاذب السياسي في ليبيا حاد جدا فأن يتوحدوا ببهجة معينة في هذا الخصوص هذا شيء جيد يعني هذا شيء جيد وإحنا يعني بنهنئ الليبيين في هذا الأمر الأكيد أننا عندما نتحدث عن الاستثمارات نتحدث عن موسم بذر موسم حرط ونتحدث عن موسم حصاد أيضا الجوائز هي سبل واحدة من السبل لتشجيع الفعل الثقافي في رأيك إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه الجوائز حافزا لإثراء المشهد الثقافي العربية يعني يعني الجوائز بالتأكيد لها دور في مختلف الحقول هناك جوائز في الطب جوائز في العلوم جوائز في الصحافة جوائز بالأدب جوائز في الرياضة يعني أنا بأتصور أن الجوائز بتحفز المبدع بأي حق المعين أخذ جائزي أنه يبدع أكثر ونجز أكثر والتنافس على نيل جائز هذا بساعد على إشاعة روح من التنافس الديمقراطي الحر الرياضي خلنا نقول هذا شيء مهم أنا أعتقد أنه بعض بعض الجوائز نعم الأدبية الثقافية ساعدت على هذا الأمر لكن لكن أيضا هناك ربما نشير إلى بعض النتائج السلبية بأن هناك صارت تكتب روايات أو تكتب نصو من أجل الجوائز وأيضا هناك بعض الجوائز القائمين عليها ليس يعني ما في ذلك الحص على الإيجادة في التحكيم الإيجادة في تقديم المنتوج الذي يستعيقه جائزي يعني هذا النقاش شوي طويل وبحاجة للتفاصيل كثير مش كل الجوائز لها مصدقية وحتى في نوبل نوبل الأداب فيها مشاكل يعني فما بالك في غير يعني ما بالكما في غير نوبل يعني نعم هناك مشاكل لكن البكر في دورات معينة سابقة لمحمد النعاس لا ما كانت مرضية نتائجها أنا بقى برأيي الشخصي ومزاجي الشخصي أنه نتيجة فوز محمد النعاس برواية وهي يعني كانت نتيجة جيدة صنعة الفارق يعني نتيجة جيدة وطيبة وعلى مدار خمسة عشر سنة من هذه الجائزة العالمية هل أنصفت الأدباء أنصفت روايات الجنسية رب هذه الجائزة هناك من أنصفتهم هناك من يعطوها بغير حق في تقديري يعني بغير حق بمعنى أن نصوصهم لم تكن تستحق هذا التكريم هذا رأي يعني شخصي رأي متذوق ورأي غيري يعني هناك لكن لا في روايات أخذت جازة بوكر تستحق وتستحق التقدير ويعني تشكر جازة بوكر أنها عرفتنا على هذه النصوص نعم صحيح لكن هناك روايات أقل المستوى ربما ظلمت روايات أخرى هذا يحدث لكن أحنا نحن نحكي عن هذا العام هذه الدورة الشاب الليبي نعم روايته فيما عتقب تستحق جائزة وبيستحق وننتظر منه رواية أخرى ممكن تكون أفضل من قبز على مائدة الخال طبعا ستكون تحفيز لهذا الكاتب هذه الجائزة ننتظر منك أيضا متابعات وقراءات نقضية فاحصة باعتبار الكاتب وإعلام متابع لأشأن ثقافي عن كتب شكرا جزيلا لك أستاذنا الفاضل معنا البياري طبعا على كل هذه المعطيات ونسعد باستضافتك لاحقا من خلال من بردفاف على العربي اثنان شكرا جزيلا لك على هذا الحضور معنا